بسم الله الرحمن الرحيم عندما حدثني الدكتور بندر الاتيبي عن هذا الموضوع سررت أيما سرور بالحديث عن المواطنة وليس هناك أجمل بعد الحديث عن الدين الدين الإسلامي العظيم من الحديث عن المواطنة وهمية الوطن المواطنة تستحق المهجة وتستحق أن يفدي الإنسان وطنه العزيز بكل ما يملك وأول ما يملك وروحه فالوطن هو سويداء القلب لكل مواطن الوطن هو الأم التي ولد منها ترارع فيها وبها أي مواطن سعودي كان أو في أي وطن في العالم ولذلك الحقوق على المواطن في المواطنة لا تعد ولا تحصى ولا تحصل وكذلك هي لا شك سبب هذه الحقوق هي أيضا ما استفاد منه هذا المواطن وذاك من هذا الوطن الغالي العظيم وطننا في المملكة العربية السعودية وطن ليس مثل أوطان الدنيا فهو يجمع هو وطن الإسلام العظيم فمن هذا الوطن انبثق نور الإسلام وشعه شعه ليملى أرجاء الدنيا ومن هذا الوطن نبتت القومية العربية والعروبة فإجداد العرب أينما حلوا أينما كانوا كانوا من هذه من هذا الوطن العظيم من الجزيرة العربية التي اليوم يشكل وطننا المبارك حوالي أربعة أخماس هذه الجزيرة وكذلك فوق هذا وذاك المكتسبات العظيمة التي لهذا الوطن اليوم في كل ما نراه ولله الحمد من خيرات ونعم من أمن واستقرار من فرص وحياة كريمة جدا في هذا الوطن المعطاء الكريم ولهذا أنا سررت كما قلت في بداية حديثي بالحديث عن الوطن الغاري فهو لا يعادله شيء في عقولنا وفي في إداتنا فهو وطن الحبيب المبارك العزيز الذي يتميز بالثلاث هويات الهوية الإسلامية الدينية فهو هذا الوطن الذي يحتوي بين جنباته أقدس بقعتين عند المسلمين حرم المكة الشريف والحرم المدني أو مستدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فهو وطن ليس كمثله شيء من أوطان الدنيا لعلي لا استطيع الفكاك من التخصص فالآثار هي جزء من الهوية السعودية التي اليوم بالذات اليوم تحظى بكثير من الاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي الأهد حفظهما الله فهذه الهوية العمق التاريخي العظيم اليوم الآثار سواء في الفاو أو في العلا أو في أي سقع من سقع المملكة دليل حي مبهج وساطع وواضح للعيان على العمق الحضاري والقيمة الحضارية العالية لهذا البلد المبارك